أفادت وكالة تاس الروسية بأن الوفد الروسي في طريقه إلى مقر المفاوضات لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الوفد الأوكراني وفي هذا السياق أعلنت كراملين أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وفي المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتر قوليبة أن كيف جاهزة للتفاوض مع موسكو إلا أنها غير مستعدة لقبول شروط كانت بلا روسيا قد استضافت وفدين من روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار